دكتور سالم هنا التساؤل يكون بشكل علمي ممكن وش هذا المرض؟ يعني ربما العديد من الناس سمعنا فيه سمعنا فيه نقص المناعة نقص المناعة نقص المناعة لكن ودنا نعرف وش هذا المرض من الأساس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد نشكر تاني مرة لقناة المجد الاستضافة بشكل مختصر مرض نقص المناعة هو التهاب فيروسي ومرض فيروسي الفيروس يهاجم نوع معين من الخلايا في جسم الإنسان اللي لها اهتمام بالجهاز المناعي اللي هي الخلايا نسميها الخلايا التائية هذه الخلايا التائية هي عماد الجهاز المناعي في جسم الإنسان فلما يهاجمها الفيروس ويتكاثر فيها يؤدي إلى نقصها إذا نقصت كمية الخلايا المناعية هذه عن درجة معينة في جسم الإنسان يصبح معرض لأنواع من العدوى نسميها العدوى الانتهازية العدوى الانتهازية المقصود فيها عدوى أو أمراض بالتهابات في العادة ما تسبب مشاكل في جسم الإنسان حتى لو كانت موجودة ما تصيب بأي مشاكل لكن بسبب نقص الجهاز المناعي و هذه الخلايا نقص عددها بشكل كبير تبدأ هذه العدوى الانتهازية في التواجد وتبدأ بإظهار أعراض في جسم الإنسان و أنواع معينة من السرطانات العادة ما تكون موجودة برضو تبدأ تظهر كل ما نقصت نوعية الخلايا المناعية التي نتكلم عليها هذا بشكل مبسط إيش اللي يسويه فيروس الـ HIV أو الـ AIDS في جسم الإنسان يهاجم الخلايا المناعية في الجسم جميل اللي فهمت منك الكثير سالم أنه يعني إذا وصل هذا المرض أنه جسم الإنسان يتأثر بأعراض خارجية أو مسببات خارجية في الوضع الطبيعي ما كانت راح تأثر عليه صحيح صحيح لكن نقص المناعة اللي صار داخل الجسم تسبب أنه يتأثر من هذه صحيح جميل و راح يعني